تتواصل فعاليات الدورة 13 من مهرجان الأكسر للسينما الإفريقية شهد المهرجان تكريم عدد كبير من الفنانين انطلقت فعاليات الدورة 13 من مهرجان الأكسر للسينما الإفريقية حفل الافتتاح انطلق بالسلام الوطني لمصر ويقام مهرجان الأكسر خلال الفترة من التاسع إلى الخامسة عشر من فبراير الحالي بمشاركة نغبة من الفنانين وصلين للدورة 13 بانتظام وبمستوى ثابت الجديد انت عندك خيري بشارة واحد من أهم المخرجين في مصر وفي القارة الإفريقية الدورة بتحمل اسمه وفي كتاب عنه لعصام زكريا فيه 48 فيلم في المسابقات المختلفة فيه تكريم لنجوم شباب فيه مئوية فؤاد المهندس فيه ورش مهمة جدا على أعلى مستوى للشباب في صعيد مصر أعتقد أنها دورة فيه تقاخي مع مهرجان خيريبجة الإفريقي في المغرب فيه حضور لعدد مميز من الضيوف في لجان التحكيم وفي التكريمات عندنا حوالي 50 فيلم في الأقسام المختلفة بيمثلوا تقريبا 32 دولة من داخل أفريقيا وعدد من دول أوروبا وأمريكا طبعا عندنا أربع مسابقات رئيسية المسابقة الفيلم الطويل والقصير والشتات وأفلام الطلبة المصريين عندنا طبعا تكريمات عدد كبير من التكريمات هتشوفوها معنا النهاردة يعني الافتتاح شهد إقبالا كبيرا من النجوم ومن أبرزهم رئيس شرف المهرجان النجم محمود حميدة والمخرج خير بشارة الذي تحمل الدورة الجديدة اسمه كما تم تكريم عدد من الفنانين من بينهم حسن الرداد وائم سمير غانم وتيسير فهمي والفنانة صح الرامي بالإضافة إلى الفنانة البركينية أيك تيرا الاحتفاء بالسينما المغربية وتكريم حسن بن جلون ودي حاجة بالنسبة لنا شخصيا يعني حاجة كبيرة جدا جدا إضافة بقى إلى أن الدورة دي هي باسم الأستاذ الكبير خير بشارة السينمائي المتفرد المعروف أكيد سعيد بقدر ما أنا كمان فخور فإن أنا عشت هذا الزمن وهذه الرحلة عشان أوصلي للحظة ده شيء جميل قيمة المهرجان وتأثيره بالنسبة لفهدنا أكبر فأنا مبسوط جدا أن أتكرم المهرجان وفي أكثر من حاجة بسطاني السنة دي في التكريم مهرجان الأكسر للسينما الإفريقية تأسس عام 2012 بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القرى لإهتاحة شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الإفريقية في جميع أنواع الأفلام ومساعدة الفيلم الإفريقي للنفاذ عالميا